أحداث هي مضية في وطيرة متسارعة تتأرجح فيها روايتان تتحدث الأوكرانية فيها عن توغل عميق في الأراضي الروسية وترد موسكو بإيقافها والسيطرة عليها أما في التفاصيل مقطع مصور يظهر تصعد دخان كثيف في مياه البحر الأسود نشارته البحرية الأوكرانية يوثق تدمير قواتها لما قالت إنه مستودع ذخيرة ووقود في منطقة كينبورن جنوبية ميكولايف ميدانيا القصف الروسي المكثف على المناطق الأوكرانية ما يزال متواصلا إذ أفادت الإدارة العسكرية في دونياتسك بوقوع قتل وجرح نتيجة القصف على المقاطعة وفي خرسون الوضع ليس بأفضل حال إذ استهدفت موسكو مرافق البنية التحتية الحيوية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في المدينة جزئيا إضافة إلى تسجيل خسائر في الأرواح جبهات الميدان لا تهدأ ترد موسكو ببيانات رسمية هي الأخرى تفيد بإحباطها محاولة لقوات أوكرانية التوغل في مناطق متاخمة لمقاطعة كورسك غربية روسيا في معارك دخلت أسبوعها الثالث في حين تعرضت قاعدة عسكرية روسية في منطقة فيغوغراد لهجوم بطائرة مسيرة أشعلت النيران فيها وزارة الدفاع الروسية أكدت أيضا أنها صدت هجوما بمسيرات تم تدمير معظمها في مناطق روستوف وفورونيج وبريانسك وليس ببعيد عن لغة الحرب المشتعلة الرئيس الأوكراني يمارس ضغطا على حلفائه لمنحه المزيد من الذخائر لاستكمال عملية واسعة النطاق أطلقها في تطور غير مسبوق بداية هذا الشهر وانعكاسا لواقع تطور الحرب على الأرض قلق دولي يلوح في أفق عمليات كسر العظم الجارية بين كييف الباحثة عن النصر وموسكو التي تريد الحفاظ على مكتسباتها